للمزيد معامل لندن ضابطة السابق في الاستخبارات البريطانية فليب إنجرام أستاذ فليب مازال الغرب يراهن على العقوبات؟ نعرف أن الغرب سيزيد من العقوبات دو داروسيا فنحن نعرف أن هذا النشاط يمارس ضغط حقيقية على الاقتصاد الروسي وبإضمن أيضا عرقلت العمليات الغير الشرعية والقانونية في أوكرانيا ولكن أستاذ فليب كل الحزم السابق نحن نتحدث عن الحزم الحديث عشر الآن لم تؤثر في قرار روسيا فيما يتعلق باستمرار النزاع في أوكرانيا وخططها في أوكرانيا بل على العكس أحيانا وفي غالب الأوقات كانت هذه العقوبات بأثر عكسي على الاقتصادات الغربية سواء في أوروبا أو بريطانيا وكذلك في الولايات المتحدة نعرف أن العقوبات لم يكن لديها تأثير على الغرب أو بريطانيا وغيرها من الدول ولكنها تؤثر على روسيا ولكن هذه العقوبات بمفردها لن تمنع روسيا من الاستمرار بعملياتها في أوكرانيا فيجب أن نشمل أيضاً نشاطات الأخرى التي يتخذها المجتمع الدولي من خلال المحكمة الجنائية الدولية وفضلاً عن الخطى والآليات لديبلوماسية الأخرى وفضلاً عن توفير الأسحة والعطاد للجنود الأوكرانية اللي يتمكنوا من الدفاع عن بلادهم ولكن نعرف أنه من خلال جمعي كل هذه العنشطة بإمكاننا ممارسة الدخول على روسيا وفي مرحلة ما ستضطر روسيا إلى التراجع واتخاذ قرارات بشأن كيف سيكون مستقبلها ولكن حتى الآن ومن منظور المجتمع الدولي المجتمع الدولي أو المجتمع الغربي أستاذ فليب لأن الاقتصاد الروسي لم ينهر حقق أرقام إيجابية إلى حد كبير هناك ثغرات وهناك حتى بالنسبة للعقوبات الأوروبية والغربية هناك أمور فيما يتعلق بالطاقة والغاز على سبيل المثال يتم استثناءها وبالتالي هي غير مضرة بالشكل الكافي هذا علماً أن أصلاً روسيا ما بعد 2014 والعقوبات عليها أمنت نفسها مع أطراف وحلفاء وشركاء آخرين ولعل أبرزهم مع البريك نعم يوجد شركاء جدد لروسيا ولكن نحن نعرف أن العقوبات قد أدرت بروسيا كثيراً نعرف أن روسيا توجه صعوبة في التوجيه أو الحصول على الموادات الحساسة التي هي بحاجة إليها للعمل على تحسين أسلحتها وعليها الذهاب إلى دول أخرى للحصول على أنظمة عسكرية ومنها تتوجهت إلى إيران للحصول على طائراتنا مسيرة من نوع الشاهد ونعرف أن روسيا تعاني في قدرتها على الاستمرار بتصنيع الأسلحة الشديدة مقرنة بالخسار التي تواجهها هذا ليس بأمر سيؤثر مباشرة أو بسرعة على هذا النزاع ولكن نعرف أن سيكون لديها تأثير على مدى وقت طويل على المدى الطويل أستاذ فليب ولكن تابعنا حتى الأسبوع الماضي استبقا لهذه الحزمة في الفاينانشل تايمز نقلا عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي بأنهم انتهوا أي عقوبات حالية أو حزم حديثة مستقبلية ستكون للاتحاد الأوروبي ستكون من أجل سد الثغرات السابقة في الحزم السابقة وربما حتى هذه الحزمة التي نتحدث عنها هي متعلقة إلى حد كبير بعقوبات فردت في العام الماضي بالتالي برأيك هل سيكون بأي أثر وسد هذه الثغرات هل سيكون كافي؟ لا أعتقد أنه سيكون كافيا لردع روسيا ولكن سيكون لديه تداعيا لأنه كما ذكرت نعرف أنها تقيب على العقوبات التي فردت سابقا ولكن نعرف أن العقوبات هي ليست إلا أحدى نقطة الضغط التي مريثت ضد روسيا فعلينا أن ننظر أيضا إلى بعض التصويتات التي حدثت في الأمم المتحدة وكلما كان هناك تصويت لكل دول الأعضاء في الأمم المتحدة نلاحظ أن هناك تعودت بين المجتمع الدولي ونراحظ أن الجميع ضد روسيا فيما تفعلهم مقابل بعض الدول الصغرى التي تستمر إما بدعم روسيا أو بأن يكون لديها أي رأي في الموضوع لأنها تملك أسباب خطئة لعدم أن يكون لديها سبب لمنع روسيا ونحن نعرف أيضا أن روسيا بعض الدول التي تؤمن بها وبأنها دول حالفة ولكن هؤلاء الحلفاء سيعودون خطوة إلى الخلف وسيوفرون الدعم ولكن لن يوفرون النقد ولكن هل كان هناك أي مؤشرات على ذلك وأنت أستاذ فليب عندما تشير إلى دول صغرى هل الصين دول صغرى هل الهند دول صغرى التي لا تزال في علاقاتها مستمرة مع روسيا إذا كانت الدول الغربية والدول الأوروبية لديها تحفظات فيما يتعلق بمسألة الطاقة فيما يتعلق حتى الآن طرح أو مطالب أخيرة فيما يتعلق بحضر صادرات الوقود النووي وكذلك الخدمات النووية الروسية تؤيدها ألمانيا ترفضها فرنسا وكذلك هنغاريا وأعضاء آخرين وابتلي هناك خلافات داخل التكتل الغربي نفسه ناهيك عن العالم له مستمر في علاقته مع روسيا حاليا نحن نعرف أن دول الأتحاد الأوروبية هي التي تحول قدر الأمكان لابتعاد عن الاعتماد على القطاع الطاقة الروسي ولكن أنت محقا في أنك ذكرت أن هناك دول من حول العالم التي تعمل على شراء هذا الفاض من الطاقة التي بإمكانها روسيا أن تمدهم لهم من الموارد الطبيعية لديها منها الهند والصين وباكستان ولكن إذا نظرنا إلى ماذا تفعله الصين فنحن نلاحظ أنها تعمل أيضا على سياسة جديدة في أفريقيا وتبحث على مستقبل طويل الأمد وما بإمكانها تحقيقها من خلال بناء علاقات تجارية طويلة الأمد وذلك المحاولة الابتعاد على الموارد الطبيعية الروسية والآن تبحث روسيا على محاولة تغيير مسارها ونعرف أن بوتين سيحاول قدر الإمكان البحث عن تصوير للحصول على العملات الأجنبية ونعرف أن البعض يحاولون استغلال هذا الموقف ضعيف لبوتين والروسيا على المدى الطويل هي طريقة العمل الأسواق العالمية للأسف وكأستاذ فليب البعض يرى أن الموقف الأضعف هو للدول الأوروبية على الخصوص أكثر من الولايات المتحدة لكن المبالغة في اللجوء إلى العقوبات يرى فيها عدد من الخبراء والمتابعين أنه لم تعد مجديا بل وجاءت بنتائج عكسية على مستوى الأزمات الاقتصادية الأزمات الشعبية والاجتماعية في الشارع الأوروبي على مستوى التضخم على مستوى ارتفاع الأسعار وكذلك حتى مسألة الدولار بسبب هذه العقوبات بات مهدد عرشه على مستوى الهيمنة في المبادلات التجارية العالمية نعرف أن الدخول التضخمية كبيرة جدا في الاتحاد الأوروبي ولكن هذا أيضا صحيح في دول أخرى فنحن نعرف أن التأثير على الاتصاد العالمي ولسيما النزاع الأوكرياني قد يكون في بقعة جغرافية واحدة ولكن لديه تأثير عالمي ونعرف أن هذا التأثير العالمي سيكون لديه تأثير ليس فقط على دول الاتحاد الأوروبي التي بإمكانها تكبوى التكاليف هذه الأزمة على مدى قصير ولكن هناك الكثير من دول العالم الثلاثة التي تعاني من نقص في الغذاء بالإضافة إلى نقص في الحبوب وفي النفط وغيرها من الموارد والمصادر وذلك يعود للحرب المستمرة في أوكرانيا وهذا هو التأثير الأكبر في هذه الحرب ولذلك الشعوب الموجودة خارج التأثير الجغرافي للنزاع الروسي الأوكراني يعانون كثيرا فنحن نعرف أن العقوبات هي ليست إلا طريقة واحدة لممارسة الضغوط على روسيا ولكن ذلك لا يعني أن هذه العقوبات بمفتدها ستنجح ومن منظر عالمي نعرف أن انتهاء الحرب فوق أوكرانيا وعودة النظام العالمي سيكون ذلك أفضل لكثير من الدول والشعوب شكرا لك من لندن ضابط السابق في الاستخبارات البريطانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر